رئيس الجمهورية ترأس بصفته رئيسا للجمهورية وقائدا أعلى لقوات المسلحة المصرية النهاردة اجتماع المجلس الأعلى لقوات المسلحة اللي عقد صباح اليوم طيب بطبيعة الحال على خلفية ما حدث أمس يبقى بيتناول الاجتماع إيه؟ استعراض لتداعيات الحادث اللي استهدف عدد من شهدائنا من رجال القوات المسلحة خلال أدائهم لواجبهم الوطني كمان الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والقضاء عليها قضاء الرئيس وجه بقيام عناصر إنفاذ القانون حط تحت دي عشرات الخطوط باستكمال تطهير بعض المناطق تاني بعض المناطق في شمال سيناء وخلونا ندق المصطلحات يا جماعة بعد إذنكم وأنا منكم يعني في النهاية إن كتبنا أي شيء طلعت هذه الكتابة صحفية في جورنال موقع إلخ 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 طلعت الكتابة دي هي اجتهادتنا نحن كمواطنين وإحنا بنكتب مثلا بوست أو حاجة للإدانة ممكن لو سمحت ما تقولش الإرهاب في سيناء عشان الإرهاب مش في سيناء إحنا بنتكلم على إرهاب في بعض المناطق بيتم تطهيره والتطهير مستمر وتوجيهات الرئيس وضحة التطهير لبعض المناطق الباقية في بعض مناطق شمال سيناء من العناصر الإرهابية وتكفرية كذلك وجه الرئيس بالاستمرار في كافة الإجراءات الأمنية اللي بتسهم في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله أشاد الرئيس خلال الاجتماع بالجهود اللي بتقوم بها القوات المسلحة المصرية في تجفيف منابع الإرهاب واقتلاع هذه الجزور من شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع أهالي سيناء المواطنين اللي حقيقي يمتلقون بالنبأ بالنبل وبالشرف بالإضافة إلى الجهود بتاعة إنجاز المشروعات القومية العملاقة خد بالك من دي الرئيس في الاجتماع بيأكد على الصعيدين استكمال عملية التطهير واستكمال عملية البناء والتنمية يجب التنمية مش هتقف في سيناء المشروع المصري الحلم الكبير مش هيقف ولا في سيناء ولا في حتة تانية كويس مشروعات قومية عملاقة بدأت وهتستمر ولن تنتهي هذه التنمية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة أشار فخامة الرئيس لتأدير الشعب المصري للتضحيات اللي بيقدمها رجال القوات المسلحة المصرية ورجال شرطة مصر للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته أيوة الأرض بالنسبة للمصريين شيء مقدس كمان تمت منقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهدها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية لدولتنا المصرية في جمهورياتنا الجديدة نحزن ونعلن حداد طبعا مفيش خلاف بس خد بالك لا نتوقف مفيش حاجة هتوقف مصر عن البناء ومفيش حاجة هتوقف مصر من أنها تستكمل حربها على الإرهاب ترجمة نانسي قنقر